مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك نحنا عرغم كل شيء وصلنا لكم ورغم العراقي بربي دخلوا بضحكة دخلوا بضحكة بلشنا شوف معناها بشتيفة مقداش تحبكة انو هي حتى الكرة ما خليت هيش بنا معناها وصلتنا قدام راديوميد وتقطع المستح والله يا نحمد ربي اللي ما تقطع ستار بني والدي مشكلة قرا بك تعال مستحيل تكسح، نبضي على القياة دخلنا أيضا لنا لا بس نسمى إليهم من الريميركا لا أريدكم شكرا دخلنا على القياة الفرحة والضحكة لنا إنتيقى أنو في الأستاذي و من أول مشجعين لي في الوساط الفنياء يعرفني مينينا صغيرة. اه بنتي. اه. معناها هي معناها اخرى انو هي مغرومة بالغاني. وحاجة اخرى اللي حاجة به اللي هي خلط اه معناها تغني فك الزمن الجميل. اه تشوفها معناها هي عندها طاقة صوتية واركل. معناها مش انا مش نقول ولا نس كل بشدة نسة كل فهمني. وحاجة اخرى هي اخلاق واداء وكل شاي. وظل مايس انتي معناها عندي فكرة. اه. فهمني. شكرا كبير على انو هي. نحبل وبدأ معاك ساعة بجديد يعني قاعدة تحذر فيه. شوفناك على انستغرام طاعتك هبط صور من الاستوديو. وبعدها هبط ستاتيو كتبت حضرين الاغنيتي جديدة زعمة تونسية. انتي تاو مش تجاوبني على السؤال هذي. زعمة تنسية. شنية اغنيتك جديدة اللي هبط تتصاور. اه اغنية كتر الفخيرك اغنية مصرية. اي اغنية مصرية. اي اغنية مصرية. من الحان شريف اسماعيل وكلمة محمد الغنيمي. اه دونك اغنية جديدة. اغنية مستني برشا. وحقيقة انت عربي. الانتاج اللي قيته في مصر هو اللي شجعني باش نسجل اغنية هذي. افهمتك. ومبع ان شاء الله الغنية. الثانية مع ارمستت. ان شاء الله. ان شاء الله. علش بجلت للمصرية? ظروف سيد رئيس. ان شاء الله. شنية مع انت ظروف شنية? انت دوستها. المصرية حاضرة اكثر. اه. المصرية مدعمة? اه. المصرية مدعمة. بالحق? والا. العكس انا كنت مصدر. لي لي. معنة هاللا لأسباب مدية ان شاء الله. لي مش اسباب مدية. لي موش اسباب مدية ان شاء الله لي لي لحقيقت دعم. لحقيقة؟ لي لحقيقة. لحقيقة. لحقيقة انا يقوم قول لك هي جيدة بالصدفة. وان برشة حتى في تونا زيدة برشة واشغارة مع نلحنين مع ان قاعدين ان خارجين اغنية باء كل. اما يجو آنا في البداية توا. اه لا الحقيقة وجه ذرف الكورونا. اللي ذرف صعيب برشة. اه غنية مع ارمستة ان شاء الله أما كانت تتحلوا أمور شوية نجمقتها ونقدمها والكل سنو غنيت يا ذاكة أعرف أخيرة كان من مصر قاليش بيك ما عادش مراش في إنتاجاتك ويني قلت له الحقيقة فنجيوبك بصراحة كيمة جاوبت قلت له أنا نخامف بشنا بعد عالفن فمتة قالي عليش قلت له هكا ما عادش عاجبني الجو فمتة قالي علي شنين يمقلقك شنين المشكلة اللي عندك قلت لحقيقة ما نجمشي ندفع ملاين في أغاني بغلوم ماما فكون معاك صريحة ندفع ملاين في أغاني وأنا مازلت في بداياتي كمامل انتي تعرفي عنا مشكلة في تولس اللي احنا عنا برود خاصة انتي لدي ترفض الحفلات الخاصة أنا عارفة تحبش ما نغنيش ما نحبش وكها وهكا فما يستهوينيش كان العروسات ومهرجانات من حتى الغنيت أرمزتها توا قاعدة في صدد مينيش نعملها مكش تعملها نحي كمبليتمون يعني ألغيت ما هي الأسباب المدوشة؟ أسباب 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 خاطئنا ما نجمش نخوها الغنية بغلومة موضيف ومعنها للحالة النهائية ما نجمش نخوها الغنية وقالي قلت كرقيت الدعم مايسا بالحق رقيت الدعم أنا قلت له السيد قوتوراني ما نجمش نعملها قالي أوكي تنع هاي الغنية توابش تجهيلي في استوديو وبش نعبطها اينا والشركة وكذا 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 ما نجمش نعملها لكن انت حكيت عليها برشا أحكيت عليها أحكيت عليها ما توا دي غنية معهم ما عشاش من أخوها خير رجعت في رجعت في هذا وحسيته قرار صارم قرار صارم برشا 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 يا مدلل يعني الأسباب أما أكيد إن شاء الله خانة مادية ولا أسباب يعني أرمسها ما عندوش دخل في الحالة حتى دخل معي رياض بالعكس لرياض لي نخدم معها معنى ها ألفة حتى دخل أنا ما عشى ابن أخوها الغنية أنا قراري أنا أنا معش ابن أخوها الغنية قرارك شخصي حتى إدارة أعقلك تنفسي ما تدخلتش في الموضوع ما كاو ما عناها ما عناها كتش غنية أنا تغنية واحدة أخرى موجودة كيفين موجودة وأنتي عندك صعوبات موجودة شنو شنو ما مفعتها حسيت أنا إدارة الأعمال في تونس كأني معناتها كل فنان يدخل فلوس هي موجودة بش تقسم معه وتربح وأما بش هي تجيب حاجات وتعاون الفنانة لا هي من الأول حتى كي أنا جيت من لبنان أو مرة واحد من لبنان كي جينا نحكي ولكو شيقة لطن هزك الرياض وفكتفمو ذي قالتو هزك اللي سار فمت؟ ما هي الأفانتاج هي كنت عروض أرمزتها تنجب تشيول وقتك لا ما هي الأفانتاج أنها تكون مدينة الأفانتاج أنها تحتاج أحد لكي يقف معي في تونس فمتلقيتها بيقف معي في تونس من ناحية من ناحية في العروض الثقافية مثلاً كنت تشكرونها كانت عندي برشة عروض كانت عندي برشة عروض ثقافية في المسرح في مدينة ثقافة كانت عندي برشة حاجة جي موضوع الكورونا تتاني لي فهمت معناه مش منها هي الظرف أنا الظرف يخايب جي مزيت كيرا واحد من لبنان قاعدت في ريشة صغيرة في تونس جيت الكورونا سمحني مايسا تم حاجة أخرى السعر السعر اللي كانت يعطيوها على نوهي خيالي خيالي يعطيك صح ذكرتني 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 هذا يقض دائمي أنا وسمح قاعدين مع متعهد حفلته مع مدير مهرجين موجود في مولايت نيبل وفما هي متعهد معناتها في المباشر ولينا أحكيه وسمح فما شكونا اللي هي لاهي بالفناني أعطات صنة قاعدت بيتها معناها جاءني برشة مجيدة عماليانا لا 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 هي اقترحت اسمك بين الفنانين في المهرجين قلنا لها قاعدين يا أخي هي آه نسامي مهرجين الصمع قلنا لها قاعدين أعطات صوم معايا ما عندي حتى فكرة ما عندي حتى فكرة عن عندي فكرة على الأسعار أنا جاني برشة أنا نمشي وكال النصيف ساعة وساعة غربان عملهم دا فرحانة ممكن نقلب فكرة مع السنو مع برشة حاجد ومع السايدة معنيتا لا كبير سيمل أي حتى جاهزة راووا مع السنوغزاسيو مع الفرقة مع برشة حاجد ومعا فما حاجة اخرى مثلا انتي تقدر مونتون راو هذيك مش الخام. نحن مثلا انا انتي عندك حق تقول مثلا متاعة الحفلات قديش اخذي. اه نحن عاملنا نظام مثلا انا كي نقول نوهاية تخدم ب الف دينار مثلا به. الالف دينار هي اه اذيك الالف دينار الوزارة اتناحينا منهم اه الخصم من المورد. وزيدهم من القيمة الموضافة. نحن معفين من القيمة الموضافة. انا مثلا المرة نرقع ثلاثة وثمانين مليون. حالي تخلصهم والله. ثلاثة وثمانين. اي 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 اي. معناها بيش تفهم انتي حجم. انا في باري نصحف الكمبيوترات. نحن في الغزن كهو. في بارنا معفين. قال لي لأ اذيك الوزارة التقافي قالو لكم. اما نحن كوزارة مالية. لا نعرفو هيش الحكاية هات. اذا كانت قبلنا نخلص على الليجانة ثقافية. دون لطن. بعد كي وليت مراقب المصاري. بدلت المعطية الكل. ولا السعر تزيدوا قيمة مزافة. تزيدوا درجانية. فمتني. وبخلاف هذيك راو زادة فما فما مثلا التقنيين متاع الصوت. ما حسكي مقبل. تفهمني. معناها تلقى تقني متعني يطلب لك الف دينار ولا حتى اكتر. معناك تشوف انتي سوم راو مو سومني انا وحدي. معه راو سوم كامل شامل. لاندي ما عرفتوش السوم عنو هذيك. عليش انتي تحكي هكا طبعا. انا 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 نحكي هي خدمة معايا في الصيف. بحث ساعة معناها جاي رمزي. احنا راو اظهرنا الساعة هو غالي بتبيعتو. اما ازيغ غالي في قازمة كورونا. انو وقتها للمهرجانات مش مش تخدم. كنا بشي كلموك. تستليفول وتكلمني. لا لا. لالساعة نحنا عنا المرشي ضيق. حتى انا ما العرش انا انا اشوف انتي شوف الكورونا قداش ما فترة قاعدنا مسكرة. كشهر التراث وكل شيء يتعدى ومهرجانات سنة في السنة ومهرجان المدينة لحة هو أبيض ومهرجان كما كنا كنا نتلهوله بجانب الإعلامي فمعنى تأنيوني في الأخر عملوا برمجة صغيرة يعني عملت سنة تستور وافتتاح برشة مهرجانات تلغاو برشة 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 في بن زرت في سفيقص برشة برشة البلدي كان عندي عرض وحدي برشة برشة مهرجان المدينة تعمل في رمضان أحلم مهرجان المدينة كله برحل معنى أنت رمضان لفترة هذيك كنا نعرف اللي دار ما تخير أنا مزكي راحا من The Voice قدش أنا لفترة هذيك اللي كانت خدمت فيها قدش تتضيف لي أنا في رصيدي أنا الفني ما الحقيقة خان نرجو لجديدك للأغنية المصرية وخان نذكروا إنو الأغنية ما قرمستة أنا لي لأسف الشديد أنا بيجي تفجأ ممكن عندي ممكس لقد ممكن المرة جاية عندي معها تعمل وبالمعنى بالحق طوالق في الأغنية المصرية دية ما عش كنت تعاملت تعاملت مع محمد الغني شريف اسماعيل والموزع سمحني نسيت الاسم أما اللي يكلمني هو الأستاذ محمد الغني مصري وقتش تكون حاضرة أو تطلق؟ شهر هيدا بش تهبت شهر نوفمبر شهر سجلت وجمع هذه نصور وكليب؟ لي لي ليكس كليب لازم نسيف للغادي بش نعمل لا نجمش تصليح لك في إياه فاهم قلت رواحت من The Voice ما نيش فاهمة روحي ما نيش فاهمة ستيلة اللي مش نخدم عليه اليوم فاهمت وحك ما تحب له ها اي فاهمت اذاك هو لي أنا متربيعلي ما نجمش نفاد علي جربت ترابي ما نجمش نباد ما نجمش نباد ما نجمش أغنية المصرية دية ترابيه ممتازة انا منا ما قمتازة لا نجمت ممنوع والله ممنوع 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 إلا ما تهبت وتتعدى معك انت سكوب ديك و تهبت نجيك بالفور معناها بجديدي حاجة ياسرة حلوة حاجة تليق ببيا وتليق بالناس اللي خدمت معها وتليق بصوت يعني تليق بصوت المتوضعة اللي عندي أناك تسمحها بش تحبها برش اسمها كتر ألف خيرك كتر ألف خيرك احنا نحبوك نزيد وكمل غنية نحبوها برش وإن شاء الله عندي غنية وعندي لش نقول لك أنا نخمم في في إعادة توزيع أغاني بابا أنا عليش نبعد البعيد وانا عندي فلين محسن الرئيس عندي ثلة من الأغاني خليتهم مش نعملهم إعادة توزيع مع إنتاج اللي موجود معنا مش أنا مش تقول انتوا مايسا لازم عندك شخصيتك لازمك تفرضها وما لازمش تقعد بوك كالعكيز في كما قوله في الموزيكا لأما أنا أحياء الأغاني اللي أغاني توانسة كل حبوهم وتوحشوهم مش أسمعوهم توزيع جديد كما تعرفني الغير سمعتوها بطريقة جديدة هذي كيكا شخص نعم إن شاء الله على القريب العاجل هذي في البروغرام هذي في البروغرام هذي مرقل في البروغرام هذي مرقل في البروغرام يا شيري ديلا كلم المبهي مانيش منا العشيقة حارقة اللي قليبي برشة 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 معناها كبيرة بالكديد وهي أرشيف أرشيف أنا في لبنان في لبنان في الكاربة نسمع في كوكتيل امتا بابا أخي نسمع هذي أنا أنا نعرفه قليما أستد محسن الرئيس سيدي كوكتيل عمله تفجأت يعني أنا فهمت الحاجة ذي تشرفني أنا ويجي نقول لك مايسا أنا دمر واحد من The Voice الحقيقة مازلت فلوء ماني فاهمة حتى شيء ودخلت في ديسيبسيون ومازلت أنيش فاهمة روحي وبرشة متعادين جايوا لي وبرشة ناس وانا مازلت منيش ركزة كي جيتني مادام ألفا بواب من اللول حكينا ويتفاهمنا وكان قتل شنية بش نعمل شنية منيش نعمل بعد جيت موضوع أرمزنا جيت موضوع الكورونا قصينا وطوينا معتش حبنا أخوها وكاو وقررت بشتاخل أغنية المصري كنا نحكي وعليها كيف تلفزة كنت تجربة كي كرونيكوز كرونيكوز معاك وقررت بشيء في حيتي محلية لا يحلوين لا يميت وذا معك وهاي الربريكة التي تخترتها هي اسمها الفوندو وما تتحدث كل مرة على فنان تتحدث في الزمن الجميل وغيره عليش تخترت أنك تقدم نوع هذا من الفقرات على خاطر أين عشت بين السيدة نعم الله يرحمها عشتنا بين سيدة سوليف سيدة ساسفوة بابا محسن زهيرة سالم يعني عشتنا بينهم لا نجمش لا نكونش ناكل الجميل على خاطر أين يقولوا لي ما تقولش هكا لا غني هكا عمل هكا نعم الله يرحمها الله يرحمها اللي فقدناها تواعنا جمعتين بالضبط الله يرحمها بانشوق هي بنت الكابون وكلمتنا وكلمتنا ودخلت معنا في الفقرة في الفندو نعرف أن كدخلت معنا هي أكيد كضيفة أما أنت العلاقة التي تجمعك بنعمة ليس 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 أقريبة برشة أقريبة برشة كل ما طهبة التونس تكون جاكتوا مو بحضينة تمشي لبنتها وبعد يبحضينها ونكلموا لها الفنانين الكل نجية عطية شمس الدين بيشة تحب الله يرحمها مونيرة تحب زداء السيدة سوليف سيدة صفوة كل نعم ولمة فنية نحطو لها غانيها في التلفزة تتفرج وتبدأ شيخة بابا خاطر أرشيف تقول لها نعمة تسمعك هك تقولوا يا مو حصل يقعد يضحكوا يتذكروا في الليامي لذلك ديما بحثنا لذلك عليش حتى كي مرضت لرحمها في الوبيتال ميليتير بابا يمشي يزورها بعد ملعو الزيارة بالتليفون يكلم مع هشام لذلك علاقة وتي دا يسر أنا أكثر منها فنية خطر بابا و سيدة نعمة يجمحوا ذكرية حلوة برشة في فرنسا في الأوروب فنية كيف كانت تنصحك؟ تنصحني أنا صغيرة مثلا في القفلات تقول لي لا أقفل هكا أعمل هكا مثلا أول ما أحفظت له غناية في حياتي تسألني ما تسألنيش أنا عيوني ما تخبيش كنت تصلح لي الكلمات وتصلح لي كفيش ننطق الكلمة يعني أنا ذك علي عند علي فضل كما سيدة سليف عند علي أفهمت؟ أول ما عملت معاكل غبريك قلتك ما يسيش قولك كما تكريم مني بسيط يعني بسيط شقاولي شو عندي ما يقول فلا أنا أحب أن أقول حاجة من هالمنبر بربي الفنين التونسي خاصة اللي يقدم للأغنية التونسية رصيد يعني ثري من الأغاني وتعب وشقاها وكان يخدم بصوم رمزي قبل المشكلة توا ومسؤوليات وكل مثالش يكرموه في الدنيا قبل ما معنها ما يتوفى مثالش أنا فهمة كلمة فهمة كلمة قالها بابا نهارت تفينة متاع السيدة نعمة قالها أنا كي نحب كي نتوفى تعملي تكريم كي معناها كرمني وأنا حي معناها كرمني وأنا حي عليش على خاطر الفنين التونسي أه أه قمتك ما تعتون السيدة سوليف السيدة زعيرة سالم فنين محصر رئيس طوفيق الناصر في مجرم كميرا في مجرم العديد من الفنانين اللي بهم هم 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 بقاو شوية يعني خيوم هم هم ش أه معناها بقاو شوية مثالش كي نكرموهم نتفقدوهم حتى ببببببببب يعني بببببب كي ما قلو بجيف نعملو الوش كي شهريا عايش خيوم فنيني تونسي رو بالحق عطاو يعني عمرهم انا بابا خمسين سنة يعني امر شخص كامل معناها الحبوم اكثر يكرموهم في الدنيا منحبش انا ورقة كرمني بورقة كرمني انا وقتلي انا كبير وعندي دويات وعندي دنيا فيم تعني لاي حياة مظلوم اعلاميا موش قاعدين يتصلوا به يتصلوا به كان مثلا في قضية في قضية احبت انهاذبها يتصلوا به وقتلي مثلا الحقيقة في اللي غاديو يعني الوطنية ولا ثقافية ولا شباب الحقيقة يكلموه حصة لهو يعني بالجدي بالجدي اما تمثلا كما موزيك مرتين ما يذكروش تمثلا في سيدة نعمة الناس الكل حتى صغارة يعني حتى الماما ومحسن الرئيس ما ذكروهش لمرتين 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 انا واحدة واحدة يستيليفون وشنا نتكلم انا معناها ذي شي دام الدين انا خلط محسن قبل كنت مع نجوم المنار معناها الحكاية عمدها فوق ثلاثين سنين انا مصطفى الشرفي محسن راو سير فيها بالفوق القيمة ما فميش واحد من الفنانين ما جايش الدار ما فميش واحد سافر لفرنسا ما مشيش باح ذلك فميش التكريم اللي صار للنعمة الولاني والله انا معايا محسن يجري بش هو حطها في الاسبتار متاع التغذية كان هو اللي يبدر الكلام برشة اما الفاعل يجيبه هو وحده بوقتها تصل بالمندوب حتى متاع تونس وكلم وقتها مراد السقلي وبش بش النعمة وقتش دويوها في السبتار التغذية والتكريم اللي صار لها صار لها في المسرح شرطة شرطة قتلك ما نعمل التكريم يكون محسن بجنبك شرطة الوحيد حكيت عليها جمعاني فتها استقبلت عبره معفولي هو مقرب الوحيد اللي تمشيله للدار هو محسن راو يقول لك عبد اخر نعمة طربي اكثر. معناها انا مقتش حتى علش انا تعجبني نوهي ونقول الفنانات اللي توا ان شاء الله كلهم يعملوا اللي بامتاع نوهي. نوهي موش متاع دوبويس بارك راه. نوهي راو التكوين ملي صغيرة صور انا انا ملي هي صغيرة بالكل. انا في صغيرة صغيرة. نمشي دارة ونحرفها معناها صغيرة بالكل. رايي معناها عندها طفلة بكية ياسر وتكونت على مدرسة. معناها مش مدرسة بركة. نعمات تنصح. سوليف تنصح. صوفية تنصح. تجيرها. كلهم ينصحها. همينة. وهي تقبل نصيح حتى انا كي نكلمها. تقول لي مثلا نعملو هاي دي ولا. معناها تاخذ الرأي. اذيك الحاجة اللي تعجبني فيها. رون وهي. ما تتبدلش. وعندك التواضع متاحة. ما تتبدلتش. ما تتبدلش. لك لو كنتك عليهم اتكلم مع وقعت بك. فهمني. انت قلت انت وسامحنك قلت نغذر خطرنا ما 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 قلتك انا انا واحدة واحدة انا مشي ساعات. انا مش في مهرجين. بحكم تجربة تجربة ثلاثين سنينة كنقول لك رأي انو هاي فنانة كاملة. معناها مش خطر قدامك. وانا حتى في الفنانات. ما ما نمشيش معها حتى واحدة واحدة. معنا اذيك عندها معزة خاصة. واحدة. نحن نرجع للمحصن رايس. وصرت لي للموزايق قلت لي مارتين ما ذكروش اسمه. اي مارتين في مونيرة حمدي. اه. الله يرحمها وفي سيدة ماما. في سيدة ماما. ممكن ممكن. ممكن. وش ما تقصد بكلموها وقت للمطلحة. يعني كلمو مثلا محصن عندك. سيدة على سيدة الفنانة فولانية محصن عندك. اذيها ساعات مثلا. اما مش كلي. نشوف انا مثلا. معناها حتى بابا ولا بعد. معاتش. بابا بتبعد ومعناها عزيز نفسه عمره ما بالعكس. شابع من الفن. شابع. شابع. هي هي اللي ذاعة. ساعات التقاش عندها حاجات تمشي للمو محصن. ولين هو واحد واحد وتبرع لأرشيف الوطني تونس واحد. مشي تبرع به. حتى ما حتى ما بيدون اي مقابل مادي. فمت? واينا مشيت معاه وتبرع بدي. نوك. انا هني اقول. اه. ميسيليش كرمون في الدنيا. رو عنا محصن الرئيس. عنا سوليف. عنا سيدة صفوة. مش مبعد وقت اللي مثلا لقا. العمر معلية ولا هم فلمت. جبدنا روضو هذي هنا خانذكروا في علاقة بالريبريكة اللي انتي عملتك. في التقديم التلفزي مثلا ديك فرصة كيما ستيل برنامي الشيرينيات. حاجة هكا تشبه لك. تقبل. نقبل. تلقى روح في التقديم. تعجبك شيرين لاجمي. تعجبني شيرين لاجمي. ولا داخلي عالتقديم. لا لا تعجبني. حليها بيه روح تيجرب في الدنيا. بالعكس. نجحت في الاول نجحت في الثاني. العكس وانا جيت في في الاول والثاني. اما بالحق محليها. اه تجربة اول مرة. ونجحت في الثانية زادت اوه عملت زادة في اليوتيوب. على اليوتيوب. انا نشجع اي اي فنان. كيفش تم السدعاء. شيرين انتصلت بيك ديريكت. لا لا مدير عملها. هي دي. هي دي لاصية. هاي. دوك المرة اللولة مرة الثانية. وكانوا حلقتين. ارا في قمة الرواعة. وكنت وقتها في شيرين الموسم الاول. انا ومرتضاش كيوة. مشاركين في دووويس. وستكتين ما نجموش هنقولو. اه. وقت هنذكرها. انا في تونسنا قاعدة قالي مين المساج قطلو اه وقالي حطينا اه وقالي حطينا اه وقالي زعمي انو هي قلت له والله ان شاء الله. وقت اينا تقبلت هو. هو لأ. ما تقبلش خاطر ما اخدايه وش برشة من تونس. حكم العدد ما اخدايه وش برشة من تونس. وقدمنا بعض نهارت العيد. عند عيد صغينا ذاكرة. مشيت انا مرتضا. الكاستينج دوويس. وقتا شيرين تقولي شنية جديدة كنو هي. شنية اعملك ونرجوش ونقول لها راني. راني. شنية حكاية جديدة. ما تحوش تقول علي. شنية حكاية جديدة. لي لي هي الغاثة ونية وخليت غير. مخليف. مخليف. كان متسئلنيش ما نقول لكش واحد دي معنا. ايه. كانت تسئلني وجوبي بيانشور في حيوارة. انا اول مرة نشوف نو هي منفعلة في الفيسبوك ما هبت استاتيو. تقول حسب يالله ونعمل وكيل فيه. وفهمتني. قول بالحق اول مرة نعرف. نحي نعرفها هي ديه نعرفها مع. ما تلقى هيش معلها منفعلة. اني حب نعرف شكون. بسكوبة ذي. بسكوبة ذي. جميع حب يعرفوا شكون. ايه. شكون الفنين. شكون. 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 ايه. والله سألتلي. لا تعلم. تقول لك والله. صورت تفاهم ولا ما. نجب نحسبوها كي. انه اما ما فهم حد خدمت. اه. خلصنيش. فهمت. وسكر علي التليفون. وانا هبلت. يعني قول لي ما انا جمش توا. قول لي ما عندي. اش قول لي. اما بش تكر علي تليفون وتعمل رون فواء. وتحاول هكذا. انا هبلت. بتستاتيو ذيك. تصل بي. فهمت. قل لي ما تقول شك. وراهاك وراك. فهمت. هو هو. كانت عندي وسيطة في الموضوع ذي. فهمت. حبتي والكل. وممكن تيبتي الزيدة. وثيقتي. فهمت. ما حالا انا في الدنيا ما نعتيش ثيقة. هو يعرفني ناف. ما نعتيش يعني ثيقة. ما في المرة ذيكا قلت لي. ما ما يسيروش كي ما قوله القلب. فهمت. ما بين الظفرين. ايه. اما هو ما قلبنيش. اما بعد كي انا هبضت ستاتيوه. وشي في عالم تايه على الفيسبوك. ولا خاف لانو ذكر اسمو. وانا قل راني خدمت معاه وراني راني معنية. ما لاخوذتنا حقنا. ما عدى معه جميلة طينا. ما عدى. ما عدى. ما عدى. مو ده عدى جديد. يعني مزيل جديد. مزيل جديد. مزيل جديد جاني لا جاني. بل كنت نعزف على روح قولت هذه ضد انا متعادلين حفلاتي. بعد نلقى اللي انا حقنا يمشي. يا اخي عملت وقتها الرخصة بتاعنا بريزاري. اللي هي عملت ستة وتسعين. فوقت عملت فرقة نسائية وعملت ساعة وقتاش عملت فرقة نسائية قلت لي همينا السرار في كيفاش تعمل الفرقة ودخلها في الحفلات الخاصة. اول معناها ما عملت. فهمتني? مش كما توا كفرقة شمس ودرشنية شي منا فيهم. فهمتني? امل المتعادلين حفلات راهوا فيما كعبيد معروفين. عروفين ايه. فيما عبيد يحبوا يصوروا فيسة فيسة ويستغلوا طيبة الفنان. انا غلطي لي ما اسئلتش. ما اسئلتش هزيش تليفون وسئلت عليه شخصة دي ولا فهمت. تعدت هل تتعلم؟ هل تتعلم؟ هل تتعلم معه؟ انا ما يخلصنيش. هل تتشوفي فيسبوك؟ والاس مراجي. قلت لي في علاقة بالسؤال متاع التقديم قلت لي اذا جي فرصة كيكا؟ ايه. لو كان جيت مقدمة برنامج. شكونوا ضيوف اللي ممنوعين الحضور معك. ليلي ما عنديش مايسة دخني في تاوبة ضيوف مرحبا بيهم. الكل مرحبا بيهم. مايسة نعرفك نعرفك. ما شاء الله. قلبي كبير. قلبي كبير. قلبي كبير. قلبي كبير. جيب هيكل علي ونرمين. شكو؟ بسي تعاوش في نرمين انتي. ايه. نعاوض. بعض اللي عملته معك نرمين. هل تتعلم الكل تصدعه معنا تعادي. انتي قلت. انتي قلت لي ما عندي حاطة واحد ما من هل تتعلم عن موسيقى؟ ايه. هل تفيص عشي؟ قريت. قريت قريت من موسيقى. هل تعودت ايه. قلت حاجات? اه. نحظ عبلها. ايه. اعطيت كميموين موضوع. وايلا يعني يعني هيكل مثلا. يعني نعرفها من قبل ما تعمل بتاع الفين ما. نعرفها من قبل من قبل ما. مثلا. 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 اي دكم الآن هل يخف بدك مجموعة هذا الحديد three الذي نحب وجه جبs mise متصوتين تبلغك أخرى تتجب says واحدة أخرى 죠 حاجة ولا ممكن نفهم دلي من داكارني فيه شريهان بسطيل كم من هكاك ما ماشي في القخيف العكس فعلا برامج أنتي ترفض بش تحضر فيهم فاما برامج نرفض نحاجتك شو موما؟ فاما برامج اللي أنا نقص فيهم موك دو غسبي مين حضرش فيهم اني هوم؟ اللي هوم؟ تعرفا ما انت ونعرفا ما نعرفهم؟ نعم نعرفهم لا لا بان سميش انا تعرفي ما نسميش بالقناة لا لا أوه معلوف ما باجاي شو كللا لا لا يمكني أن نعرف ذكره لا نحضر يجب أن نصدق أعترام معي حتى نخرج من البلاتون ولم نتمكن معكم لقد أعطيت حلقة من حلقتي وين صارت لك؟ صارت لي في حلقة من حلقتي وتعديت في التلفزة؟ ليه مين تعديت؟ لمس الحلقة، خرجت ايكي خرجت اه يعني تنحّع والباساج لكل لانتك خرجت وقتين شئ دا بعد The Voice قلة الاحترام وقلة ما هو البرنمج؟ برنامج برنامج وليس لديك فكرة سامي الفهري وليس لديك فكرة سامي الفهري ايه فالي لا ايه ايه هذا برنامج ما شاهدك فيه لاي ما شاهدونيش فيه صورت معه مخرج خرجت من البلاتو خرجت من البلاتو ما عندكش جرقة؟ ما نحبش ان مأبي هاني قلت لك انو اسم برنامج ايه شنيني الاضافة اينا طيبش تسمعوها طوين سالي في الكربة ولا النيس تسمع فيه شنين الاضافة؟ حتى اضافة حبونا عفو كوريوزيتي لا تتعشيتي الفارح لا تشعر بأن أسمعها المستمعي وما تتعبت الإضافة لتزيد المستمع وقبل أن تحضر في برنامج هل تفرض على المعدين صحفيين ولا مقدم برنامج ولا تفرض عليك موضوع معين صدت للمرة في برنامج أنه أنا عندي عائلتي عندي أخوتي أنا أخوتي لا أحب أن يخرجون الضوء لا أحب أن أخوتي مثلا فيسبوك أصحابي نعرفهم يمكن أن ندخل ساعات لفان متي يحب أن يشوفوا يحبوا عادي أما مثلا لا نجم أن نضع المتصور عندي أخوتي معرسين عندي أخوتي لا أحبوش مرة في برنامج وضعوا لي تصوير أخوتي كله أنا معاهم موضوع ذي ما يتعديش وتنحي تصويرها وتنحي تصويرها وتنحي تصويرها و أنا ساعات نتحط نجم أن نقول لك مايسا أنا أذيك بوليتاس قول لك ما تقليش الحاجة هذه يا راني ما نجمش نحكي فيها معاك مهما بشد تقول لي ما نجمش نحكي فيها معاك نجم ساعد نقترح و ديما نشوف الكاندوكتور نقبل ما نتعدى من حرية الصحافي بصفة عامة فما حرية و فما وقحة و فما وقحة ما نشتوك مع باباراتي شنو ما باباراتي أول حلقة كانت معايا أنا أول حلقة أول حلقة معايا أنا أول ظهور لي كانت معايا فما حاجاتش بدهم لكو قتل ونحيهم شنو فما حاجاتش لا و ما عندوش حاجات اللي فريمان نحشن بيهم و ما عنديش حاجات في حياتي نجم نحشن بيهم معناها قال لي فهم فنين تونسي معروف طلب بيدك لزاواج شين حاجة تحشم ما ديبش ما عبما يقول هايش خدين في باتي سغي و جات فنانة نطرت عليك الفلوس و شنين حاجة تحشم بالعكس أنا الحمدولله ما عندي حتى مشكلة و قالي بعد مثلا مشيت كنت في مصر و مشيت للغيسطوران و جي مثلا واحد في الغيسطوران غاديك أعطاك فلوس و منعرش كيفاش و انت رميت عليه الطاولة و شنين حاجة تحشم نحكت في بداية و ما طاوة كنت جيت و طاوة تتشوف لم يعملش معايا كلينا نخرج فهم خصوصية فحيتي حتى موذيع كلينا ندخل في خصوصيتي لا لم تدخل خصوصيتي دو ما عموش خصوصيتي انا حتى كان مقال هايش بابارادي انا كنت نخدم و الحمدولله انا 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 نحب نمشي انا نحب نعيش الحياة العادية فهمت ساعتنا نسروحي بالعكس نحب الحياة العادية حتى كان مجاني بالكدي هكا فلوس معنا مش موضوع يحشمي ما جديش قالي حاجة بالعكس معيج كل يعرفون من حكيتها ما معناها انتي قلت دو فايس جاء بالصطفة لو لا الصطفة هايدي راك موصدش له الشهرة انتي فيها ما معناها لو كان موش دو فايس راك ما تعرفتش فرصة كبيرة وانا ليش انا مشيت دو فايس يعني شور كسيت القصة انا كسيت قصة عربي كم يعني شهرتك صطفة ليه ميصطفة ليه عادة الكلابش معنا تقول شهرتك صطفة عابد ما عنده شاركت عابد ما عنده كمبيتنس عابد تقول له مثلا والله يلعب معناها لعب للحظ لعب للحظ معناها مشيت معه أما عبد مثلا عابد باشي تعب وشقه عندما عامور التهتراء الذي ت rag情пов في الوص الب событи حبما لا نرقدوه نقوم بالتصوير. نخرجوا من السبعة عصباح نكملوا الفطور ونطلعوا في البوس. الروحة من الام بي سي كان الستة والسبعة عاملين. ساعات كان في مورة واحنا الاربعة. انجاز كبير. معانيا رانا بالحق رانا ما نرقدوه. فما ايام ما نرقدوش. الروحة ومخر من التصوير. اينا حلقتين تعدان دانا. اما روحة لمطلية ونصف عصباح. مطلية ونصف عصباح. وقمت لعشرة مشيت للام بي سي مش نتصور ونقوموا بالتصوير. وقتي لي تقول لي مثلا انتي شهرتك صد صدفة. شهرتك صدفة وقتلي انا مثلا ما عندي شي. انا ما فهمت. صدفة اللعب لي الحظ. لعني جيت بتبيعتها. جيت مسهلة. انا من قبل نحب عليها. جيت مسهلة جيتني في تبق من اكا. من فضة. قلت لي هاي. من تأسين من عند ربي سبحانه. فهمت. وانا ما كانتش في بالي جملة. اي. واضح نهي ابي. شنو نخرجوا مع الاخبار وبعد راجعين مع ظيفتنا نهي الحال. اشتركوا في القناة.